اشتركوا في القناة موجود اغلب الوقت رح يكون في برج القوس في ساعات ما بعد العصر قريب المغرب رح ينتقل لبرج الجديد هو الان موجود في منزلة النعائم وهي للاصلاح والسرعة والتقريب والتفريق رح ينكث فيها طبعا للساعة سبعة واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء اليوم الاحد بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة عشرة واثنين واربعين دقيقة مساء من مساء يوم الاحد لا ينتقل بعدها القمر لها منزلة البلدة وهي للثبات والربح والسلامة طبعا القمر بما انه موجود اغلب اليوم في برج القوس فمنظل بنشعر بالابتهاج ومنجد الناس اكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسة الدينية كما من ميل في الفترة هاي للترحال السفر النزه تغيير الجو الرياضة المغامرة بوسع اقتراض المال برضو في هاي الفترة ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما او اجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد اول حدث رح يكون معنا هو اليوم هو انتهاء تراجع كوكب زحل اللي هو النحس الاكبر بيسموه او المعلم الصارم او المدرس العبر يعني له مسميات كثيرة وكلها مسميات صعبة طبعا هو له بتراجع قرابة الاربع شهور ونص يعني بين الاربع شهور ونص والخمس شهور رح ينتهي هذا التراجع ساعة 2.16 دقيقة صباحا طبعا هو بتراجع في برج الدلو رح يستمر هو ماكت حتى للعام القادم برضو في برج الدلو ولكن تراجع القادم رح يكون يوم 4.6 يعني 2022 التراجع القادم برضو نفس الشيء هو تراجع بين اربع شهور ونص لخمس شهور طبعا خلال الفترة الماضية شعرنا بفترة الاربع شهور ونص المضت او الخمس شهور هاي انه شعرنا شوي بالضياع ما عنا قدرة على تنظيم امورنا صار في نوع من انواع الفوضى في حياتنا منشوف انه حتى الاشخاص اللي عندهم مسئوليات بلشوا يتخلوا عن مسئولياتهم ضاء عندهم تفاعلهم مسئولياتهم بالواجب رغم انه التزامات في موجودة وزادت عنا النفقات بشكل كبير وهاي سببت انه صار في خلل عند كثير من الاشخاص بالميزانية يعني صار عندهم المطلوب منهم اكثر من الداخل عليهم او الفلوس بتيجي فجأة بتظهر مصاريف وبتطلع من عندهم طبعا هو يعني زحل نفسه يعني هو كوكب نحس فبطبيعته حتى وهو بمشي بالحركة الامامية فما بالك لما بصير يتراجع فهاي النحوسة بتزيد اكثر عشان هيك شعرنا بالاشياء اللي احنا حكينا عنها خلال الفترة الماضية الان يعني بتبلش من الان لغاية شهر ستة الاجواء تختلف تماما يعني بقل نحوسته ولكن ما بتلتغي فعشان هيك بتبلش الامور ترجع لنمطها الطبيعي بصير عندنا نوع من انواع تحمل المسئولية بصير عندنا نوع من انواع الالتزامات ومنقدر نسيطر على النفقات منقدر نهتم فيها ننشط فيها نعالجها فعشان هيك شوية الفترة الماضي كانت صعبة الان بتبلش تخف شوية شوية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و 17 دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا هاي لما حكينا انه 2 و 17 دقيقة هي بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن الساعة 5 و 17 دقيقة صباحا طبعا تأثيرها طول اليوم اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 4 و 30 دقيقة صباحا يعني 4 ونص بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن زي ما حكينا منزيد 3 ساعات فالساعة 7 ونص بتوقيت الاردن صباحا برضو بتصير هاي الزاوية بتتشكل فتأثيرها انه بالفترة هاي منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني او مساعدة وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكاسب مالية وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ولكن بدكوا تحذروا انه من الساعة 4 ونص صباحا اللي هو 7 ونص بتوقيت الاردن بيبدأ خلو المسار يعني هاي الزاوية بتكون مشكلة وبرضو في خلو المسار خلو المسار هذا بيبدأ من الساعة زي ما حكينا 4 ونص او 7 ونص بتوقيت الاردن وبيستمر لغاية الساعة 5 و14 دقيقة بعد العصر يعني بتوقيت الاردن ساعة 8 وربع مساء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 5 و14 دقيقة بعد العصر او الساعة 8 و14 دقيقة بتوقيت الاردن بيصير القمر موجود في برج الجديد فعشان هيك من ساعات المساء بتبلش تأثيرات القمر على كافة الابراج في هاي الفترة انه منعود لطبيعتنا الجادة منحاول انجاز عمل متراكم نجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وبتسيطر علينا روح التشاؤم او على البعض مننا وعلينا الاجتهاد اكثر باعمالنا وبوسعنا الشروع بعمل جديد او شراء تحفي اثرية او البدء بحمية او تجديد تأمين او شراء بوليس التأمين او عمل تأمين بما انه القمر رح يكون موجود في برج الجديد معناه تخلو المسار القادم رح يكون يوم الاربعة 13 عشرة بيبدأ في تمام الساعة 10 و 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل لبرج الدلو يعني بتوقيت الاردن الساعة 51 و 53 دقيقة بتوقيت الاردن بعد الظهر وبيستمر لغاية الساعة يعني 11 و 46 دقيقة قبل منتصف الليل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال بلش يتجه باتجاه المربع ولكن مما زال الهلال خمس ايام في تمام الساعة 9 و 4 دقائق صباحا بيصبح 6 ايام نسبة الاضاءة 35% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيدة بنسبة 45% القمر في القوس بده ينتقل للجدي ورح يمكث في الجدي لغاية يوم 13 عشرة سعيد بنسبة 15% عطارد في الميزان بيتراجح حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 25% الزهرة في القوس حتى يوم 15 سعيد بنسبة 30% المريخ في الميزان حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلو بيتراجح حتى يوم 18 عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6-2022 لا يبدأ عملية التراجع القادم هو منتحس بنسبة 10% نزلت نحوسته من قرابة 40% ل 10% أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا ما زالت الأجواء ممتازة جدا حتى اليوم عندكم من الآن لغاية ساعات المساء بظل في عندكم نشاط في مجال الدراسة السفر لاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو الاتصالات البعيدة وبتشعروا برضو بقوة العاطفة واليوم أحباكم بتجاوبوا معكم أكثر ممكن اليوم تخرج في رحلة أو تروج لعمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها اليوم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وخصوصا فترة خلوه المسار رغم أن الأجواء جيدة بيكون لكم اليوم نوع من أنواع النجاح والحظ وخصوصا في حياتكم العاطفية والعائلية ولكن في ساعات المغرب تقريبا أو يعني في ساعات المساء بيختلف الجو تماما هذا طبعا بتوقيت الأردن هو من بعد العصر بنقدر نحكي بتوقيت جرينتش الأجواء بتتغير تماما لأنه القمر رح يصير في البيت العاشر بيت شويذ يعني ذقيل دم لأنه بيت السمعة فبيضغط على مستوى العمل بيضغط على مستوى السمعة بنرفز بيخلي الحدية أو العصبية موجودة فعشان هيك بتكون تحافظوا على سمعتكم تحافظوا على تصرفاتكم قدر الإمكان برج الثور طبعا اليوم كمان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم لاهتمام كله بالأموال المشتركة مثل اليوم أمس الأموال اللي ما بتعود لك لحالك اللي معك شريك فيها أو اللي تعاملت فيها مع أشخاص واليوم بيكون فيه فرصة متاحة لمكسب مالي ولكن مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة حاول إنك تسارع لا تهدئة الأجواء لأنها هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير أو الأسرار اللي موجودة عند الغير اليوم ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف من بعض الأشخاص عليك إنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي في كل تصرفاتك طبعا في ساعات ما بعد العصر الأجواء بتصير تتغير لأن القمر رح ينتقل ويصير في البيت التاسع لإلك فالأجواء رح تتحسن بشكل أكبر يعني رح تنشط بالاتصالات بالتواصل مع أشخاص خارج البلاد بالأمور الفلسفية الأمور الدينية بمواضيع بتتعلق بالسفر أو الهجرة أو أوراق بتتعلق بهاي الأمور أو اللي عندهم امتحانات جامعية أو مؤتمرات برضو بالفترة هاي بزيد تفكيرهم واهتمامهم في هاي الأمور برج الجوزة طبعا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر وتفاهمكم مع شركاء العاطفة أو العمل مع الأزواج تحديدا وهاي فترة يعني هي رغم أنه فيها إيجابي لتمتين العلاقات أو المصالحات ما بينك وبين الأزواج إلا أنه بكون فيه نوع من أنواع الضغط وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة وتحاول أنك تمسك أعصابك لأنه أي مشاحنة أو أي خلاف أنت الحلق الأضعف لأنه ما زالت طاقتك ضعيفة بسبب وجود القمر مقابلك تماما فاليوم من المحتمل أنك تتعرض لمضايقات أو خلافات أو استفزازات فحاول قدر الإمكان تمسك أعصابك في ساعات ما بعد العصر طبعا القمر رح يتحرك ويصير في البيت الثامن وهذا بالنسبة لإلك داعم بشكل قوي رح يكون معزز لكثير أمور فعشان هيك الأجواء بتكون أحسن وبصير فيه نتائج أحسن بالنسبة لإلك بصير الاهتمام بالأمور المالية والأموال المشتركة المكاسب حل مسائل مالية أو ممكن حوار في بعض المشاريع أو المواضيع اللي كان فيها نوع من أنواع الغرامات أو القروض أو الميراث فرح تهتم في هاي المسائل وبعض المسائل العائلية برج السرطان طبعا مازل القمر موجود في بيت العمل وهو يعتبر في أول درجات المقابلة لإلك فعشان هيك اليوم شوي بتحسن طاقتك نزلت شوي فحاولوا إنكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم دون المبالغة في جودكم الجسماني بتكوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك حاذر من الجدال وخصوصا مع الأشخاص اللي بيشتغلوا معك أو اللي في مكان عملك وحاول إنك ما تهمل صحتك ما تأجل وما تماطل يعني هيك تتراخى أو تتكاسل في تأدية أعمالك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية طبعا في ساعات ما بعد العصر القمر رح يصير مقابلك تماما وهذا رح يسحب من طاقتك فعشان هيك بدك تهتم بأمور الشراكة في ساعة المساء أو تهتم بأمور تتعلق بالشريك وبالمقابل لازم تهتم بصحتك بغذاءك بمجهودك وحاول تبعد عن الاستفزازات قدر الإمكان يعني بدك تمسك أعصابك لأنه سهل جدا استفزازك وسهل جدا تكبر معك الأمور برج الأسد برضو الحضوض اليوم ممتازة جدا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الأجواء عندك عاطفية ورومانسية بامتياز فعشان هيك برضو الحضوض بتدعمك بشكل كبير ولكن لو لا خلو المسار اللي شوي ممكن يعطل عليك بعض الأمور ولكن ما بيتخلى الحض المالي عنكم بتنفرج أساريرك في بعض الأمور وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا هذه فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة واتجاه الأحبة اتجاه الأبناء وحاول أنك تصحيح الأخطاء خلي في نوع من أنواع يعني أبواب الحوار أنها تكون مفتوحة أو تتواصل أو تحسن الأجواء قدر الإمكان قبل ساعات ما بعد العصر لأنه في ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل للبيت السادس فرح تكون مشغول كثير رح تنهمك بأعمالك بإدارة أعمالك بعلاقتك بزملائك ببعض الملفات اللي شوية تراكمت عندك فممكن من ضغط العمل أو كترة العمل تهمل صحتك فعشان هيك صحتك على المحك بالفترة القادمة فبدك تحاول أنك تحافظ عليها قدر الإمكان وإذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول أنك تأخذ نوع من أنواع المسكنات أو أنك تراجع طبيبك إذا كان في داعي لهذا الأمر برج العذرة طبعا الأجواء ما زالت ضاغطة على مستوى البيت فعشان هيك اليوم شوي في عندك بعض الاهتمامات العائلية أو الاهتمامات البيتية فاليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بدك تبتعدوا عن المشتريات اللي ما إلها داعي اللي إلها علاقة بالبيت واللي إلها علاقة بالأثاث أو الأجهزة يعني بدك تكون دقيق في هاي الأمور وتتفقدها بشكل جيد ممكن اليوم تجدوا تعاون من أحد أفراد العائلة في مسألة ما ولكن في بعض القلق على مسألة أو موضوع بتعلق بوضع العائلة أو المنزل ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم مش إنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه عائلتك الأجواء فيها نوع من أنواع العدائية متوترة مش بالشكل الكبير فهي بحاجة للحكمة وإنك ما تتهرب من المسؤوليات حاول إنك تراعي برضو وضعك الصحي في ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير تماما رح تصير عاطفية ورح تصير فيها نوع من أنواع التقارب وفي نفس اللحظة رح تلاقي إنه الحظ رجع شوي يدعمك في بعض المسائل رح تهتم بالهوايات أو تهتم بالحبيب يعني أو يكون فيه نوع من أنواع المصالحات برج الميزان بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات برضو اليوم عندك اليوم نشاط عالي وممكن ما تقدر إنك تهدأ من كثر الحركة والنشاط والطاقة الموجودة عندك وممكن تهتم اليوم بمواضيع إلها علاقة باتصالات ترويج لسلعة امتحانات هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وممكن اليوم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار أهم شي إنه اليوم الحظوظ برضو بتدعمك ولكن ما تعتمد عليها إذا كان عندك امتحان أو مقابلة لأنه فيه فترة تخلوه مسار في ساعات النهار عشان هيك بدك تدرس وتستعد بشكل جيد حاول إنك اليوم تكون جريء في التعبير عن رأيك وتتمتع اليوم رح تتمتع بسرعة عالية من البديهة وبتلفت النظر حتى بردات فعلة الأجواء لطيفة وبتحمل لقاء عاطفية أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك طبعا كل هذا لساعات ما بعد العصر من ساعات ما بعد العصر طبعا الأجواء رح تتركز على البيت على العائلة على الاهتمامات العائلية ممكن شوي يصير فيه موضوع مزعج أو نقاش أو حدث عائلي شوي يستفزك حاول تمسك أعصابك برضو ممكن تظهر بعض الأعطال اللي إلها علاقة بالبيت أو بالمنزل برج العقرب اليوم بيحمل معاه فرص لمكسب مالي فعشان هيك اليوم بدك تستغل المكاسب المالية واللي بيقدر يشتغل أو يعمل أعمال إضافية فاليوم رح يستفيد مع هيك بدكوا تكونوا حذرين من النفقات قدر الإمكان وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضروري حكينا عن الزاوية اللي هي بين القمر والمشتري واللي حكينا أنها بتتزامن مع خلو المسار فإنتوا اليوم بتكديروا بالكوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين اللي ممكن يتآمروا عليكوا أو يستغلوكوا مالياً ممكن اليوم تهتم بتوظيف أموالك ولكن بدك تكون عاقل بصرف الأموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكر في بعض الاستثمارات والتوظيفات هاي فترة يعني إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربح فالأجواء ممتازة وداعمة على المستوى المالي ولكن بدك تنتبه من التحذير اللي ذكرت لك إياه وفي نفس اللحظة في ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تختلف تماماً لأن الحظوظ رح تدعمك بشكل قوي جداً رح تنشط بالاتصالات وبالحوارات بردات الفعل اللي رح تكون مدروسة عندك بسرعة عالية جداً فعشان هيك ما رح تهدأ وتيرتك تشعر بطاقة عالية جداً وحيوية عالية جداً وخصوصاً كل ما اقتربنا لساعات ما بعد العصر لساعات المساء برج القوس طبعاً ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بشكل عالي جداً اليوم ممكن تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي اليوم بالحكمة والواقعية للأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع عندك المعنويات وبتستعيد سيطرتك ممكن تحقق اليوم نجاح باهر إذا ركزت بشكل جيد لأن الأجواء كلها بتدعمك على المستوى اللي انت بتحلم فيه في ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تصير تركز على الأجواء المالية فممكن اليوم تنحل بعض المكاسب وخصوصاً من ساعات العصر أو تنحل مسألة مالية أو تجيك بعض المكاسب أو ترتب وضع مالي معين الأجواء داعمة مالياً وفي نوع من أنواع الحظ رح يدعمك فيها فعشان هيك بدك تتحرك وتنشط في هذا المجال عشان تكون الأمور لصالحك إذا أنت ماهتميت وأبعدت عن الواجبات تاعتك معناته الفترة هاي راحت من إيدك وهيك بدك تظلك تشكي وتقول والقاوس إيش يعمل برج الجديد طبعاً ما زالت الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات يعني من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك من الآن لهذا الوقت بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا أنكم ما تبالغوا في إنجاز أي شيء يعني بدك تشتغل على أقل من مهلك زي ما بقولوها وخصوصاً بإنجاز أعمالكم بدك تهدئ وتيرتك ما في داعي للعصبية ما في داعي للحدية ما في داعي للإنفعالات يعني حاول أنك تكون روتيني ولكن ما تهم الأعمالك ممكن اليوم يعني صير حدث معين تلغي مشروع معين أو يلتغي بدون أي سبب أو سابق انذار ممكن تعاني من تراجع معنوي أو صحي فعشان هيك بدك تهتم بصحتك أهم شيء أنك اليوم ما تحسم أمر لأنها الفترة هاي سلبية ومخيبة للآمال ومش لصالحك فعشان هيك ممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها بشكل متسرع حاول أنك تضبط أعصابك لساعات ما بعد العصر لأنه القمر رح يصير عندك الأجواء كلها رح تتعود طاقتك بترتفع معنوياتك بترتفع حتى نسبة حضوظك بترتفع فهي الصبر حاول أنك تمشي اليوم هاد بالأشياء الضرورية والمهمة باقي الأمور خليها روتينية طبيعية برج الدلو طبعا اليوم يعني من الآن بدك تحاول تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة المطلوبة منك وحاول ما تأجل أي شيء لغاية ساعة المساء يعني ما بعد ساعة المساء الأجواء رح تكون سلبية فالآن أنت بإمكانك أو تعزل صداقاتك وتخلي أحد الأصدقاء يساعدك في أعمال يعني أنت محتاج أنك يتممها اليوم في أشخاص منكم رح يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو حتى يحصلوا على هدية بتتسع عندك الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة من الآن لساعات ما بعد العصر ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح ما كنت تتوقعها وممكن بعض الأصدقاء يعني هيك يدخلوا الفرح على قلبك لوقوفهم لجانبك أو أحد الأقارب فعشان هيك بتشعر أن الضغوط مش بالشكل العالي يعني أقل من العادي ولكن كل ما اقتربنا لساعات العصر القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فرح تشعر أنه الأمور بلشت من ساعات ما بعد العصر للمغرب يعني بلشت الأمور تتأجل تتعطل الحظ كأنه تخلى عنك فرح تجد أنه الأمور صارت تمشي بصعوبة بدك تنتبه على صحتك تنتبه على تغذيتك تنتبه على أعمالك ما تتخذ قرارات حاسمة وخصوصا من ساعات ما بعد العصر لأنه القمر زي ما حكينا رح يكون موجود في بيت متاعب برج الحوت طبعا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم شيء إنك تهدئ من روع قدر الإمكان وحاول إنك ما تنفعل لأنه ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بدك تتجنب مخلفة القوانين وتحرص على استقرارك تجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها طبعا هذا كله لأنه القمر موجود في بيت السمعة ورح يستمر من الآن لغاية ساعات ما بعد العصر من ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل وصير في بيتك الاجتماعي بيت الصدقات بيت العلاقات فعشان هيك رح تجد أنه في نوع من أنواع الاتصالات أو تنشط عندك الاتصالات ما بينك وبين الأصدقاء أو أحد الأصدقاء يتواصل معك أو يكون في مناسبة اجتماعية أو يتوجه لك دعوة لحضور حفلة فعشان هيك بدك تكون مستعد ومتهيئ لاستغلال كل الفرص الممكنة لاستغلال هاي الفترة الإيجابية القادمة على المستوى الاجتماعي إما بتوطيد العلاقات أو باستغلال الأصدقاء أو طلب المساعد من الأصدقاء في بعض الأمور اللي أنت بتحتاجها الأجواء رح تصير إيجابية أكثر صحيح لأن الجو مناسب من ساعات الصباح إذا أنت يعني من الآن إذا استغلت الوضع وسمعت النصائح اللي أنا حكيت لك إياها معناته اليوم كله لصالحات أما إذا أنت أهملت من الآن لساعات ما بعد العصر فالأجواء اللي رح تصير من ساعات ما بعد العصر هي تصليح الأشياء اللي أنت خسرتها بالأوقات ما قبل فعشان هيك بدك تدير بالك يبل ما ننهي توقعاتنا طبعا كالمعتاد شكرا لإلكم شكرا على دعمكم شكرا على كلامكم الرائع اللي أنا يعني سعيد جدا للأشياء اللي أنا قرأتها في التعليقات بالفترة بالليومين اللي مضوا وخصوصا في حلقة اليوم أمس وتاعة البث المباشر يعني كان في نوع من أنواع التشجيع عالي جدا وهذا الشيء أسعدني وكمان تفاعلكم باللايكات بالكلام الرائع يعني هذا شجعني أكثر على أني أعمل أشياء أكثر من يعني نفسي أقدم حتى الأشياء اللي ما بقدر أقدمها أو أنه شوي صحيا ما بقدر لها أني أحاول أني أنا أجهز الأمور لإلها في النهاية طبعا ما تنسوا أنه لايك وكومنت شير الأشياء هاي كلها الكحويش هاي تحاولوا أنكم تمشوا حالكم فيهم وتدعموني وبرضو نشكر الأشخاص اللي ساهموا بالقناة والمساهمين بالقناة اللي أسمعهم تظهر دائما في نهاية الحلقة على دعمهم نشكر الأشخاص اللي من وراء الكواليس بتدعم دعم القناة أو دعم شخصي إن كان مساعدتي في أدويتي أو علاجاتي أو حتى بالأمور اللي إلها علاقة بالقناة والأجهزة والمعدات كل الاحترام والتقدير لإلكم وفي النهاية منقول مثل كل مرة والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر